لذلك الذهبي يقول أربع اجتمعوا في عصر واحد تقي الدين ابن دقيق العيد والشرف الدمياطي وتقي الدين ابن تيمية والجمال المزي لم يرى مثلهم الذهبي علمت الرجال شيخ الإسلام ورق الإسلام شمس الدين الذهبي تلميذ ابن تيمية أيضا يقول فأما أعلمهم بالأنساب فالشرف الدمياطي وأما أعلمهم بنقد الحديث وعلله فالتقي ابن دقيق العيد إذا تكلم في العلل والاستنباط والنقد وموازلة الأقوال والأدلة لا يوفيه أحد ولا واحد يقدر جريه بشهادة كل عصره حتى شانئه عجوبة كانت تخيل؟ قال إذن إيش؟ أعلمهم بالأنساب الشرف الدمياطي أعلمهم بنقد الحديث وعلله والاستنباط منه التقي ابن دقيق العيد وأحفظهم لمتون الحديث التقي ابن تيمية حفظ المتون شيء عجيب كان عنده أبدا لكن ليس في كل شيء شفته يعني في الأنساب لا الدمياطي أحسن لابن تيمية هذا ما نقوله للناس اللي بعظمه ابن تيمية رحمة الله عليه وهو عظيم وفكرك أنه الله ما خلق مثله في كل شيء صحيح شوف الكبار لما بنصف بعضهم شوف الذهبي بعرف يتكلم الذهبي معروف هو الذهبي ما شاء الله عليه ذهبي الرجال اسماً ومعنى كما قال إيه تلميذ التاي السبكي كذلك لعف الأنساب الدمياطي في النخد ويعيله الاستنباط ابن دقيق العيد في المتون ابن تيمية وفي معرفة الرجال أبو الحجاج المزي عجوبة المزي صاحب إيه تحفة لأيه عشراف بمعرفة الأطراف فرحمة الله على الجميع هذه أقدارهم هذه مناصبهم هذه رتوه الشريفة العلية وهذا إنصافهم بعضهم لبعض وشهادة بعضهم لبعض حتى لا أنسى أرد أن أختم بما قلت لكم الإيمان تعيير الإيمان كمعيار للتقييم والتقويم كيف طبعا طبعا معيار لكن الإيمان ومهم هذا العلاقة بعصنا الآن ليش هنشوف الإيمان يا أخواني من تحقق به اتخذه معيارا في الحكم على إيه الآخر كيف يعني القرآن نفسه بقول حولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين سبب نزول هذه الآية فيما يروي ابن إسحاب رحمة الله عليه والإمام الواخد أيضا وغيرهم وأذكره من كثير في التفسير أن الصحابة الجليل أبا أيوب الأنصاري خالد بن زيت تعرف أبا أيوب أو مجال نبي على المدينة نزل أيش في داري صحيح نجل في دار أبا أيوب ما شاء الله كرامة لا مدفونه اليوم أيش في القصنطنية في بزور إسطنبول لازم نروح يزوره فلما نزلت الآية يروي من ذكرت ابن إسحاق محمد ابن يسار ابن إسحاق والواقدي أن أم أيوب زوجة سيدنا أبا أيوب رضو الله عليه ما قالت له يا أبا أيوب أسمعت ما يقول الناس في عائشة الإفك إنها عائشة حاشاها وكلها قطع الله لسان الحقدة والكذبة قال سمعت وهو الكذب شوف معنا أفصح ما قال ما هو كذب وهو الكذب هو الكذب بعينه برأسه ورجله إنجاز التعبير يعني بأساسه ورأسه هو الكذب يا أم أيوب بالله أكنت فاعلته أنت وكنت تزلي وتلوث فراشي قالت لا والله ما كنت لأفعله قالها فوالله لعائشة خير منك عائشة حرم الرسول عائشة زوج الرسول عرض الرسول والرسول أحسن مني وعائشة أحسن منك ليمكن عائشة تعمل قالت له صدقت فأنزل الله الآية الكريمة ولولا إذ سمعتموا والنبي ما سمعهم ماشي الله لي سمعهم والله اللي قال بعدين عرف قالوا مظبوط حصل كذا كذا وأنا قلت لها هيك رضي الله عنه وعناه ولولا كل اللي حطنا نظره سوداء وشوف سوداء نزبوط عنا العامة تقول وكم سمعت هذا من العامة وأنا صغير وأكلم عنه الأمين يؤمن والخائن يخول صح؟ شي بأكبر خائن لو أحد أمين يعرفوش مباشرة يعطيه الأمان وبأمنه على عرضه وعلى ماله وعلى زره يقولوا أهبل ولكن هذا خائن كبير يقول لا أنا لا أدري لماذا كيف خائن عندكم دليل يا أخي هذا خائن كذا لا يكاد يصدقه ما أقول يا جماعة تقول الله يا أخي الرجل طيب لا يصدق أن الناس تخون لا تخون العرض ولا المال ولا السر لماذا تقول لأنه أمين المسكين والعكس الخائن الذي لا يعرض له شيء إلا غله وخانه ولا يقدر يأم النبي مثل اللي قالوا في النبي غلى إيمال غنيمة وربنا برأ النبي هو مكان النبي أن يقول ما يصدق معقول الفلوس بين يديه وتحت يديه لا يوجد شيء أحد أعرف إلا الله ومعقول لا يأخذ منهم يا أخي يحدثني الحديث غير هذا لأنه خوان وهو عندما يقول يعني أن تعرف مباشرة أنه خوان وإياك تأمنوا على فرس أحمر لأنه لا يصدق أن الناس يكون لديه هذا القدر من الأمانة من غير رقابة فكل واحد يحكم حسب فالآن المؤمن الله قال رأي كيف أفصرها رأي كيف أفصر الأي أنا انتبهوا هذا ليس تفصير تقليدي تفصير بسيط لكن يعني فيه جدة وفيه فائدة عظيمة المؤمنين المتحقق بالإيمان زي ما أقول لا حقاق الإيمان هو يظن بكل المؤمنين خير قولك مستحيل أنا لا عملها لماذا أكتش عملها قوية لا أكتش لا وهذا معنى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً، ستقول لي بأنفسهم نعم، وهذه كمان لفتة أقرأة في القرآن ذكر المفسرون من أرواع ما يكون الله المرة تلو المرة على الأقل في ثلاث مرات وضحات كتاب الله يؤكد لنا أننا كنفس أحياء الأمة وأهل الملة لازم نتعامل كأننا كيان واحد جسد واحد الله قال إيش؟ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة الله قال ولا تقتلوا أنفسكم لما تقتل أخوك حين تقتل أخاك يعني كأنك قتل نفسك لأن المؤمنين نفسهم وحياء لما تسلم على أخيك كأنك سلمت على حالك فسلموا على أنفسكم ما قالت سلموا على إخوانكم سلموا على الآخرين سلموا على أنفس سلم على حالك شو حالي ما هو حالك أخوك حالك لا إلهي الله ما لدينا هذا يا حسر على المسلمين اللي لأسف مش متحققين ولا بواحد من ألف من هذه الأخوة صح؟ يا الله مش هدهم على بعضهم يا الله محقدهم على بعضهم يا الله محرصوا محطموا بعضهم صح؟ للأسف للأسف مش فهمين الآية تالي مش فهمين أننا نحن نفس واحدة نفس واحدة كنفس واحدة فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لأن نفس واحدة وأيضا كما أخذت لكم معنى الآية العميق قعد أنه إذا أنا كنت لست ممن يفعل فأخي أيضا هو ليس ممن يفعل أختي وليد هلك المؤمن لا يصدق التهم ولا يحب أن يسمعها على فكرة ويحزن حين يسمعوها عن الناس الآخرين إفلان عملت إفلان عمل أبحب أبحب يحزنه ذلك جدا ويميل دائما للتكذب والكذب كذب لا بس صحيح هذا بهت هذا افتراء الله أكبر لا ابعدوا عن الكلام هذا لا تتكلموا لا تخوضوا إفكن مبين عكس من غير المؤمن فبقدر ما يكون إيمان ضعيف غير متحقق يخوض ويلغ في أعراض الناس بالشبهات ومن غير بينا لمجرد مقطع اليوتيوب أي حائب يبدأ يتكلم وفلان ساوى وفلان عمل كأس فإذا الإيمان معيار لماذا فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي والحمد الحمد لله رب العالمين